عدوان متواصل آخذ بالتوسع هكذا بدى المشهد في قطاع غزة مع شن قوات الاحتلال مزيدا من الغارات الحربية على منازل المواطنين والعمارات السكنية في محاولة للضغط على الفلسطينيين للذهاب إلى هدوء غير مشروط صواريخ الطيران الحربي الصهيوني دمرت في الساعات الماضية سبع عمارات سكنية بالكامل وخمسا أخرى بشكل جزئي إلى جانب مواقع المقاومة وأراض فارغة الأمر الذي تسبب بإغلاق المدارس أبوابها في وجه الطلبة خشية أن تطالهم نيران القصف ولقي ناشطان في صراي القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مصرعهما في منطقة النصيرات وسط القطاع لترتفع قائمة الضحايا منذ بدء العدوان إلى سبعة بينهم رأى وجنينها ورضيعتها إضافة إلى نحو خمسين جريحا ووفق إحصائية للمكتب الإعلامي الحكومي فإن الاحتلال شن أكثر من مائة وخمسين غارة بالطائرات الحربية والمدفعية والبوارج واستهدفت حوالي مائتي معلم مدني في قطاع غزة منها بنايات سكنية ومساجد وورش حدادة ومحال تجارية ومؤسسات إعلامية وأراض ودفيئات زراعية فيما أكدت حركة حماس أن الطائرات المدفعية الصهيونية قصفت منذ يوم أمس نحو مائتي هدف مدني مشيرة إلى أن هذا القصف يصنف ضمن جرائم الحرب في المقابل استهدفت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية بضربة صاروخية كبيرة منطقة عسقلان في فلسطين المحتلة بخمسين قذيفة صاروخية كما أطلقت المقاومة في غزة عددا من الصواريخ باتجاه المواقع الصهيونية مع محاولات سلاح القبة الحديدية تصدي لها جيش الاحتلال يؤكد أنه يستعد لأيام أخرى من المواجهة بعد استدعاء اللواء المدرع السابع إلى محيط القطاع لا سيمها بعد أوامر من رئيس الحكومة الصهيونية بن يامين نتنياهو بتصعيد الهجوم على القطاع المحاصر فيما تشير مصادر من داخل الحكومة الصهيونية إلى إمكانية تحول الهجوم إلى معركة شاملة معركة تخفي وراءها أجندة صهيونية جديدة في القطاع مستفيدة من دعم أمريكي غير مسبوق من إدارة ترامب لا يضاهي في حجمه إلا صمت عربي ودولي غير مسبوق أيضا